التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح اليوم قيادات الوية محور حيز لمناقشة مختلف تطورات على الساحة الوطنية ورحب العميد طارق صالح خلال اللقاء بقيادات المحور نوط نوط مؤكدا المسئولية كبيرة امام قيادات وضباط وفراد المحور في ظل الهدنة واستمرار الخروقات الحوثية واستغلالها لحشد المقاتلين والعربات العسكرية والدخائر لمختلف جبهات القتال نوط نوط مشيدا باعلان الاجهزة الامنية بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات في المقاومة الوطنية ضد خلية لتقطع والنهب على صلة بما يسمى جهاز الامن والمخابرات الحوثي ووجه العميد طارق صالح الاجهزة الامنية والقوات المرابطة في الساحل الغربي بتكفيف جهودها لمكافحة انشطة التهريب التي تستهدف الامن والاستقرار في مديريات الساحل الغربي والعمل على خلق بيئة مواتية للاستثمار والتفاعل مع قضايا المجتمع واحترام حقوق الناس وصون ممتلكاتهم وتقديم نموذج يحتذى به في باقي المناطق المحررة كما حث العميد طارق صالح قيادات محور الحيس العسكري على مضاعفة جهودهم هو الاهتمام برفع الجاهزية القتالية والحفاظ على المعدات والالية والاهتمام بتدريب وتأهيل الافراد ورفع روحهم المعنوية واكد العميد طارق صالح ان رفع الحصار عن تعز استحقاق لا يمكن التنازل عنه مشددا على ان التنازلات التي قدمها الجانب الحكومي في سياق المفاوضات لرفع الحصار عن تعز وبقي المدن المحاصرة وتخفيف المعاناة الانسانية عن كاهل المواطنين لن تكون بلا سقف وحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة محور تعز على الاهتمام برفع الجاهزية والاهتمام بتدريب وتأهيل الافراد واكسابهم المعارف والخبرات القتالية وتعزيز الانضباط للتصدي لاي تصعيد من قبل الحوثيين